السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام عندما تتخطى مرحلة صعبة من حياتك أكمل الحياة كناج وليس كضحية ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا في قري تلاثارة بشاب اسمه رودها وهو قاعد مع فونا حبيبته وسط الغابة وعلى الرغم من إنه بيكون واضح جدا سوق حالتهم المادية إلا إنهم بيكونوا مبسوطين بالوقت اللي بيقضوا مع بعض وبعد خمس سنين في مدينة مومبي بنشوفهم هما اللي اتنين بيشتغلوا في موقع بناء وبتكون حالتهم صعبة جدا وبنشوف هنا شايلة طفلة على ظهرها وهي بتشتغل وبنعرف إنها بنتهم وبنعرف إنه ما عندهمش بيت في المدينة وعلشان كده عايشين في قوضة في المبنى اللي لسه بيتبني والتاني يوم بتيجي سيدة اسمها سيا الموقع البناء وبتوزع على العمال لبسي وأدوات وأول ما بتشوف رودها بتبصله بتركيز وبتروح تسأله هو منين ووقتها بيبان عليه التوتر والخوف وما بيردش على سؤالها وفي الوقت ده بتيجي فونا تشكرها على لبس وبيكون ردها عليها بإنها عايزة تتغدى عندهم في البيت لإنها عايزة تقرب منهم ويكونوا أصحاب وفعلا بتاخدها هي وديبيسي مساعدتها للقوضة اللي عايشين فيها وبتضيفها وحس إنها شفته قبل كده لكنه بينفي كلامها بخوف وبيقول لها إنه أول مرة يشوفها ولما بتخرج سيا علشان تمشي بتقول لديبيسي إنها متأكدة من إنه داسرو لكنه غير اسمه وبتتوعد بإنها مش هتسيبه في حاله وهتنتقم منه وتخليه يندم لإنه عايش وبيكون في حاجة بينهم مش واضحة ولما بيرجع رودها تاني يوم للبيت بيلاقي فنة متعلقة من رجليها وفي اتنين ما يعرفهمش بيعزبوها وأول ما بيشوفوه بيهربو وبتوصل الشرطة في الوقت ده ولما بيتأكد رودها من إن فنة توفت بيودعها وهو منهار وبياخد بنته وبيهرب بسبب خوفه ومن إنه محدش يصدقه وبيطردوا اتنين من الزباط لفترة كبيرة لكنه بيقدر يهرب منهم في النهاية وفي المبنى بنشوف سيا هي ومساعدتها بيرقبوا اللي بيحصل من بعيد وبيكون واضح إن لهم علاقة باللي حصل وخصوصا إن سيا بتكون مبسوطة وبتبعت لصحفية تبعهم صور لرودها وهو ماسك سلاح وواقف مع أشخاص مسلحين وبتطلب منها تنفذ اللي اتفقوا عليه وفي الوقت ده بيكلف مدير قسم الشرطة الزبط باجول بإنه يقبض على رودها في أسرع وقت قبل ما يبعد عن المنطقة علشان يتفادوا حصول مشكلة تانية وبيكون رودها في الوقت ده مستخبف بيت واحد من اللي بيشتغلوا معاه ولما بيسألوا ليه هرب وما اعترفش بإن مش هو اللي خلص على فونة بيقولوا إنه خاف لإنه لو قال كده هيخلصوا عليه هو كمان ده غير إن الشرطة مش هتصدقوا لإنه مفيش أي دليل على كلامه وبيكون واضح إنه يعرف مين اللي عمل كده ووقتها بتقوله زوجة زميله ياخد بنته يمشي وبتطلب منه ما يجيش لبيتهم مرة تانية لإنهم مش عاوزين يتورطوا في مشاكل بسببه وتاني يوم بتنشر الصحفية صور رودها اللي سيابعتتها لها وبتقول إن اسمه الحقيقي داسره وإنه كان عضو من ضمن منظمة إرهابية اسمها جيهار خاند ولما مدير قسم الشرطة بيشوف الفيديو بيقول لباجول إنه ممنوع يرجع لبيته ولا يرتاح غير لما يقبض عليه لإنه كده المدينة كلها في خطر وممكن يكون بيخطط لحاجة أكبر من إنهاء حياة زوجته وفي الوقت ده بيجي اتصال لباجول بيعرفوا إن الكاميرات لقطت وجود رودها في محطة القطر وعلشان كده بيروح مع الفريق لهناك بعد ما بيحدد موقعه وبيبدأوا يترضوا لمدة كبيرة وبيدي باجول أمر للفريق بإنه محدش يضرب عليه رصاص حتى لو هرب لإنهم محتاجينه حي وعلشان بنته هي كمان ما تتئزيش لكن بيخالف واحد منهم الكلام وبيضربه رصاصة في رجله ووقتها ما بيكونش قدام رودها حل غير إنه ينط من القطر ولما باجول بيشوفه بيطلب منه يفكر في بنته قبل ما يعمل كده لإنها ممكن تتئزي وبيقوله يسلم نفسه وهو هيساعده يثبت برقته لو هو ما خلصش على زوجته فعلا وفي الوقت ده بتحاول واحدة من فريق باجول تتسحب من وراء وتسحبه من غير ما ياخد باله لكنه بيحس بيها ولما بيحاول يتفاداها بتقع هي من القطر وحياتها بتنتهي في نفس الثانية وبينط رودها من القطر مع بنته وبيهرب منهم ولما بتعرف سيا باللي حصل بتطلب من دي بيسي تجاهز لها تذكارة سفر لقرية لسارة في أسرع وقت ولما بتسألها دي بيسي هتعمل إيه مع رودها بتقول لها إنها متأكدة إن هو كمان هيرجع للقرية وبنعرف إن سيا كان عندها ولد اسمه مادفي وإنها كانت بتسعل إنها تشتري من كل سكان القرية أراضيهم لشركة كانت بتشتغل فيها مقابل إن يكون لها جزء من أسهم الشركة وخلت مادفي ابنها يحاول يقنع السكان يبيعوا ويهاجروا المنبي وهناك الشركة هتوفر لهم شغل في مواقع البناء وعلى الرغم من إنهم رفضوا إلا إنه فضل يزن عليهم كتير وعلشان كده منظمة جهار خاند عزبت ابنها قدام سكان القرية وقالت لهم إنهم مش هيسمحوا لحد يسرق أراضيهم وكان رودها وقتها فرد من المنظمة وكان مضطر يكون واقف وهم بيعزبوا في مادفي علشان يثبت ولقوا للمنظمة لكن بعد ما كل سكان القرية ناموا إدالوا مية وأكل وأخذ فنة وهربوا من القرية بعد ما حرقوا بيتهم علشان يبن إنهم توفوا في الحريق وبنعرف إنه ما كانش حابب يفضل في المنظمة وده كان الحل الوحيد علشان يهرب منهم وبنعرف إن مادفي بعد كده حياته انتهت بسبب التعزيب وبنرجع للوقت الحالي وبنشوف رودها وهو راكف عربية نقل مع بنته لكن السواق بياخد باله منه وبينزله في نص الطريق وفي نفس الوقت ده بيتحرك بجول لقرية لاثارة بعد ما موديله اداله أمر بإنه يدور على رودها هناك لإنه في احتمال كبير يكون رجع لهناك مرة تانية وبعدها بنشوف رودها وهو في طريقه للقرية ماشي وبيبدأ يتكلم مع بنته اللي بتكون نايمة وبيقول لها إن المكان هنا كان كله أشجار وكان في نهر لكن تقريبا تسد إنه يرجعها للقرية مرة تانية لكنه كان جبان وأناني وعلشان كده كان كل مرة بيرفض وبيقناعها إن المدينة أأمن ليهم وبنشوف سيا في الوقت ده وهي بتغسل وشها في البير وبنعرف إنها وصلت للقرية من مبارح وبنعرف كمان إنها الوزيرة المسؤولة عن القرية وفي نفس الوقت بيكون باجول هو وكمان وصل لحدود القرية وبيبدأ ينشر صور في كل مكان للطلب الأبضى على ردها مقابل مكافأة مالية وفي نفس الوقت ده بيلاحظ إنه ما فيه شبكة في المكان ولما بيسأل السواء إزاي بيتواصلوا مع الناس لما ما فيه شبكة بيقولوا إن فيه حاجات كتير اتعلموا يعيشوا من غيرها وإن الشبكة مش الحاجة الوحيدة لمفتقدينها وبيعد في الوقت ده عربية محملة ركاب وبيكون ردها من ضمنهم لكن باجول ما بياخدش باله منه بسبب إن السواء بيكون سايق بسرعة كبيرة جدا وأول ما بيوصل للقرية بيلاحظ في طريقهم لقسم الشرطة مجموعة من الناس عاملين مظاهرات وبيطلبوا بإن أراضيهم ترجع مرة تانية وبتكون حالتهم صعبة جدا وده لإن الأراضي الزراعية اتخذت منهم وتحولت لمباني والمية في كل مكان ملوسة والدولة مش مهتمة بيهم ولا حتى معتبراهم عايشين وأول ما بيوصل باجول للقسم بيستقبلوا مدير القسم وبيقولوا إنه أول مرة ييجي القسمهم زابط من مومبي وعلشان كده قرروا يعملوله حفلة صغيرة بالليل وبيطلب منه يروح يرتاح شوية لإنه أكيد تعبا من السفر لكن في الوقت ده بيلاحظ باجول إن في مجموعة شباب ما كملوش السن القانوني مسجونين ولما بيعترضوا بيقول للمدير إن ده مش قانوني وإنهم ما ينفعوش يتحبسوا في سن زي ده بيقولوا إنهم اتمسكوا بأسلحة وجالهم أمر من الجهات العليا بإنهم يقبضوا عليهم وبياخدوا الواحدة من الزنزانات الموجودة في القسم وبيعرفوا إنه هيستقر فيها لحد ما يرجع لمدينته مرة تانية لإنه مفيش مكان تاني يقعد فيه وبالليل بنشوف سيا وهي قاعدة حزينة وبتطلب من دي بيسي تقعد تتعاشى معاها لكنها بتعتذر منها وبتقول لها إنها ما نزلتش للقرية من زمان وعالتها مستنيينها علشان تتعاشى معاهم وفي نفس الوقت بنشوف رودها وهو قاعد بيأكل بنته على الشط وبيغنيلها وهو متأثر الأغنية اللي والدتها كانت دايماً بتغنيها لها وعند باجول في الوقت دا بيروح مع مدير القسم للحفلة اللي قاله عليها لكنه بيتدايق لما بيشوف إن اللي بيرقص ولد متنكر وبيسيبهم وبيمشي وهو متعصب من اللي بيعملوه لأنهم في الوقت اللي المفروض يحموا فيه سكان القرية وياخدوا بالهم من اللي بيحصل بيشربوا ويضيعوا وقتهم في حاجات ملهاش لازمة والتاني يوم بيستغل باجول إن كل زباط القسم فقدين الوعي بسبب الشرب وبيفتح الباب للشباب المسجونين وده لإن الأسلحة اللي كانت معاهم كانت أسهم ومعروف إن كل سكان القرية معاهم منها علشان يحموا نفسهم من الحيوانات المفترسة وفي الحقيقة مدير السجن بيكون سجنهم لإنه جالوا أمر بكده مش لإن معاهم أسهم ولا لإنهم ارتكبوا جريمة وفي الوقت دا بيكون ردها ركفة عربية لمجموعة من العمال اللي رايحين يدور على شغل وبيسمعهم وهم بيتكلموا عن إن محاصيل السنة دي مش هتكفي السكان وإنهم هيدخلوا في مجاعة ممكن تؤدي الوفاتهم بسبب الأراضي الزراعية اللي اتخذت منهم غصبة عنهم وأغلبهم بيقولوا إنهم باعوا حيواناتهم لإنهم مش عارفين يأكلوهم منين وبعد شوية بيوصل ردها لسوق القرية وبيروح يتكلم مع شاب اسمه شامشون كان على معرفة بي من زمان وبيقوله إنه عاوز يتواصل مع وزيرة القرية ضروري علشان يترجهها تساعد وتحميه وفي الحقيقة هو ما بيكونش عارف أصلا إنها ولدة مدفي ولا يعرف إن هي اللي بتعمل في كل ده ووقتها بيعرفوا شامشون إن وزيرة القرية من أول ما تعينت استدعت مجموعة من الجنود للقرية وخلصت على أعضاء منظمة جهار خاند وفي الوقت ده بيفوق مدير قسم شرطة القرية على مكالمة من دي بي سي اللي بتلوموا لإنه ما بلغهاش بوصول باجول وبتقولوا إنهم عايزينوا يخلص على ردها في أسرع وقت وبتعرفوا إن في حد بلغها بإنه كان موجود في السوق من شوية وهيفضل هناك لحد بالليل ومهمته إنه يستغل الفرصة وينفذ الأوامر وبتطلب منه يتصل عليها كل عشر دقايق ويبلغها بكل جديد يوصله وفعلا بيجمع باقي الضباط وبيعرفهم بالمهمة وبيقول لهم إن الأوامر جتلهم بإنهم يخلصوا عليه وبيطلب منهم ما يسمعوش كلام باجول اللي طلب منهم ما يضربوش رصاص على ردها وعند ردها بيطلب منه شامشون ينام تحت شجرة شوية لحد ما يخلص شغله في السوق وبعدها هيوديل شخص هيقدر يوصله لقائدة المنظمة لكن بعد شوية بتوصل الشرطة للمكان ولما بيحاول يهرب منهم بيدربوا عليه رصاص وبيرفضوا يسمعوا الأوامر باجول اللي بيطلب منهم يوقفوا اللي بيعملوه لإنه معه طفلة صغيرة ولكن بيقدر ردها في النهاية وبعد مطاردة كبيرة يهرب منهم وسط الغابة وبيرجع باجول مع باقي الضباط لقسم الشرطة مرة تانية ووقتها واحد من الضباط بيعرفوا واحد من إن مدير القسم معاه أمر بإنه يخلص على ردها وبيحكيلوا إن من خمس سنين كان في عمليات تعذيب وجلد بالخشب المحاط بالمسامير بتحصل قدام سكان القارية من المتمردين والمعروفين باسم منظمة جهار خاند وكان من ضمن الأشخاص اللي تعذبوا ماد في ابن سيا وما استحملش التعذيب وتوفى تاني يوم ولما والده شافجو سيتو جات له سكتة دماغية وتوفى في وقتها وبعد كده تعينت سيا كوزير القريتهم وخلال فترة أصيارة خلصت على كل أعضاء المنظمة وبيقولوا إن ردها كان من المتمردين دول لكن اختفى من فترة طويلة ولما سيا قدرت توصل لمكانه بايت عايزة تخلص عليه هو كمان علشان تنتئم لابنها وبيعرفوا إنها مش هتسيب عايش حتى لو حياتها هتنتهي مقابل ده وكمان بعتت لهم أوامر بإنهم يوصلوا للمحطة التاني يوم علشان يرجع للمدينة ويبعد عن القضية وقبل ما يمشي بيقولوا إن في حاجة واحدة متأكد منها وهو إن ردها كان مجبور ينضم للمنظمة وأول ما جات للفرصة يهرب عمل كده لإنه إنسان كويس وفي الوقت ده بيعرف ردها إن شامشون خانه وإنه هو اللي بلغ عنه وعلشان كده بيلوموا على اللي عامله وبيقولوا إنه مش متمرد وإنه هرب زمان من القرية لإنه ما كانش حابب ينهي حياة حد ولا كان حابب يكون مجرم ووقتها بيعتذر شامشون منه بيقولوا إنه عمل كده لإنه خايف على عائلته لإنه لو الشرطة عرفت إنه متورط معاه هيقبضوا عليه وممكن كمان ينهو حياته والتاني يوم بيرفض باجول يرجع للمدينة وبيقرر إنه يروح يتكلم مع سيا ويفهمها إن ردها بعد عن المنظمة بإرادته وقرر يغير من نفسه علشان كده ما ينفعش تأذيه وبسبب ده بيدي مدير القسم أمر للزباط بإنهم يترضوه ويقبضوا عليه في نفس الوقت بتكون سيا متحركة بعربيتها على الطريق السريع وبتشوف ردها وهو متشعبط في واحدة من العربيات اللي رايح المناجم القرية وعلشان كده بتدي أمر لمساعدينها بإن أول العربيات ما توصل للمناجم يقبضوا عليه ولما بيوصل بجولة بيتها وبيعرف إنها راحت المناجم بيتحرك هو كمان لهناك في الوقت اللي بينزل ردها من العربية قبل ما يتمسك وبيتنكر على إنه عامل من العمال وأول ما بيشوف سيا بيروح يتكلم معاها وبيترجاها تساعده لإنه في سيدة بتحاول تخلص عليه لإنه كان فرض من منظمة تسببت في وفاة ابنها وما بيكونش ردها عارف أصلا إن هي اللي بتطرده ووقتها بتحاول سيا تخطف سلاح بجول اللي بيكون هو كمان موجود علشان تخلص على ردها ولما بيحاول بجول يمنعها بتخرج رصاصة بالغلط وبتيجي في عينيها وبتفقد حياتها في نفس الثانية ووقتها بتوصل الشرطة للمكان وبيترضوا ردها مرة تانية وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم